للحديث أكثر تفصيلاً عن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي كيف استعادت مكانتها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة إلى أي مدى تدعم الدولة المصرية المرأة تنضم إلينا الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة أهلاً بحضرتك دكتورة رانيا سهلاً يا غل ما في شك وإحنا بنحتفل باليوم العالمي للمرأة ما تم من إنجازات تخص المرأة في عهد الرئيس السيسي هو كثير للغاية لو تلقلنا الضوء علي لو سمحت طبعاً يا فندم أولاً بنقدم تحية لكل امرأة في مصر وفي العالم كله وبنقول لها كل سنة وانت طيبة وبخير وسعادة بنشكر السيد الرئيس على التهنئة الرقيقة الرقية الغالية على قلوبنا كسيدات وفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وهذا ليس بغريب أو جديد على السيد الرئيس الداعم والمساند الحقيقي للمرأة المصرية ما تم إنجازه خلال السبع سمناوات الماضية الحقيقة هي طفرة غير مسبوقة في ملف المرأة على كافة المستويات التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي وعلى مستوى القيادة السياسية واتخاذ القرار بالإضافة للحماية الصحية لدعم صحة المرأة المصرية وأيضا بعض التشريعات التي خرجت مؤخرا لصالح المرأة المصرية وأيضا حمايتها الثقافية ما في شك أيضا إن المجلس القومي للمرأة كان له بلغ الأثر في تغيير الحياة للأحسن والأفضل للمرأة المصرية طبعا المجلس القومي للمرأة هي الجهة المنطب بها حماية كافة مكتسبات المرأة المصرية وحماية حقوقها ومصالحها بالإضافة لكل ما يقوم به المجلس القومي للمرأة من مبادرات وحملات لصالح المرأة المصرية والتوعية ويعني بنشدد على فكرة التوعية اللي هي الأساس بالنسبة لنا لحماية المرأة ورعايتها ومشاركتها أيضا في المجتمع في كل المجالات المختلفة ولكن كل هذا لم ولن كان يتحقق لولا الدعم الحقيقي والمساندة من سيد رئيس شخصيا اللي بيدعم المرأة بقوة وده يعني شفنا كمان تخصيص عامل المرأة في عام 2017 شفنا إطلاق استراتيجية النهوض بالمرأة شفنا تكريم السيد الرئيس وتقديره للمرأة في كافة المحافل الدولية والمحلية يعني ليست مجرد شعارات ولكنها على أرض الواقع تم تنفيذ كل ما وعد به السيد الرئيس وطمأنة للمرأة المصرية على التشريعات التي تصدر لصالح المرأة ولصالح الأسرة ولصالح الطفل يعني الحقيقة كلها إنجازات تحققت شفنا على مستوى القيادة شفنا في الحياء البرلمانية وجود النهاردة 28% في الغرفة الأولى في البرلمان وفي الغرفة الثانية 14% وده لأول مرة في الحياء النيابية في مصر نصل لهذا العدد 25% من الحكومة سيدات 8 وزيرات سيدة السفيرة فايزة أبو النجا مستشار سيد رئيس الأبنى القومي نائب محافظة البنك المركزي سيدة محافظة في محافظة دميات يعني الحقيقة المناصب عديدة والمرأة المصرية تثبت دائما وأبدا أنها يعني أيقونة للنجاح وأيقونة للعطاء للوطن صحيح يعني وبجانب كل هذا التشجيع من جانب الرئيس أيضا هناك نفس التشجيع من السيدة انتصار السيسي قارنة رئيس الجمهورية التي وصفت المرأة بأنها يعني أنتجت وصبرت وضحت وأنه الوطن بيستمد منها ضميره وقواته وشموخه طبعا الحقيقة وإحنا في البداية بنقدم التحية والتهنئة للسيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وأيضا احتفاءا بشهر مارس اللي هو بنعتبره هو كل أعياد للمرأة سواء 8 مارس أو 16 مارس عيد المرأة المصرية وأيضا بمناسبة عيد الأم يوم 21 مارس فكلها احتفالات بالمرأة المصرية وطبعا السيدة انتصار السيسي هي رمز للمرأة المصرية التي تستحق كل تقدير واعتزاز بالإضافة أن بكرة إن شاء الله كمان هو اليوم العالمي للشهيد ويعني لأصلة كل شهيد وكل أم وكل زوجة وابنة وأخت لشهيد بنقدم لها كل الاعتزاز والتقدير والتهنئة وكل محبتنا ومهما نقدم من آيات الشكر الحياة لن نوفيهم أبدا يعني حق قدرهم الحياة لما يجي نتكلم عن الإصلاحات التي حدثت في مصر دكتورة رانيا يحيى حنتكلم عن إصلاحات سياسية اجتماعية اقتصادية كان مش ممكن يعني أنها تتحقق ويعني تؤتي بكل هذه الثمار لو لوجود المرأة المصرية تتقاسم وتتشارك كل هذه المسئوليات والحقوق والواجبات مع الرجل يعني ما فيش شك أنه كل ما تم أيضا من يعني تقدم في الفترة الفائتة كان للمرأة يعني نصيب النصف فيه طبعا يا فندم المرأة هي شريك فاعل داخل المجتمع المرأة هي يعني مش عايزة أقول هي الأصل الحقيقة في كل شيء لأن هي اللي بتخلف وبتربي وترعى النصف الآخر داخل المجتمع والمرأة أثبتت الحقيقة نجاحها سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمع في كافة المناصب القيادية التي تولتها المرأة المصرية أثبتت وعلى مدار التاريخ يعني تاريخنا طويل وتاريخنا شامخ ويعني ونابض بالحركة الوطنية سواء على مدار التاريخ القديم وفي حضارتنا الفرعونية القديمة والملكات يعني التي تربعنا على عرش هذه الدولة العريقة منذ آلاف السنين ثم أصبنا للأسف بعض عهود يعني من التأخر والتقخر ولكن عدنا من القرن الماضي ومع حركات التحرر التي نادى بها بعض المفكرين لعادة المرأة المصرية مرة أخرى منذ صورة 1919 ولاقت المرأة المصرية يعني استقبالا داخل المجتمع وبدأت الحياة يعني تدب فيها مرة أخرى وفي عملها مرة أخرى إلى أن وصلنا اليوم بكل ما تم من إنجازات طيب أخيرا يا دكتورة يعني نتكلم عن المستقبل يمكن ما الذي تتمنينه للمرأة بعد كل هذه الإنجازات التي تحققت لها في مصر أتمنى أن تصل المرأة لمناصب أخرى عديدة منصب رئيس الوزراء نتمنى عدد أكبر من القاضيات وجود المرأة في مجلس الدولة وجود عدد أكبر إن شاء الله في المجالس النيابية تصل لـ 50% وليست مجرد بالحفاظ على يعني مكتسبات المرأة من خلال كوتا ولكن نتمنى أن تصل هذه النسبة من خلال الفكر المجتمعي أن يبقى فيه توعية حقيقية واصلة للناس أن يبقى الناس هي اللي بتدعم وجود المرأة يعني وتدعم مكتسباتها بعض التشريعات والعدالة ناجزة فيه كثير جدا من محاكم الأسرة التي في حاجة الحقيقة للدعم والمسندة من السيد الرئيس وتوجيه السيد الرئيس للعدالة الناجزة لكثير جدا من القضايا المعطلة داخل المحاكم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحوار كل سنة وحضرتك وكل مرأة مصرية طيبة دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر